بكرة عيد الأم، البرد، المطر لا علاقة له بهدية عيد الأم فخلينا كده نقول الكلام بوضوح لكل الأبناء يعني علشان والأزواج لأنه فيه ولاد بيبقوا صغيرين ما بيجيبوش لأماتهم هدايا فالزوج بقى لازم يتذكر أنه ده عيد الأم لا علاقة لنا لا بالبرد ولا بالوضع الاقتصادي ممكن تجيب هدايا بسيطة جدا يعني مش جدا يعني متوسطة متوسطة فعايزين نقول إيه بقى؟ برغم أن أنا بتكلم من بدري عن الأولويات لكن هداية عيد الأم لا علاقة لها لا بأوكرانيا ولا بالبرد ولا بالأولويات ولا بأي حاجة ولا بالترشيد اللي أنا قلت علي مبارح نطلع كده هداية عيد الأم بما أن أنا أم يعني الحمد لله نطلع كده هداية عيد الأم جانبا وكل الكوارث الاقتصادية نبقى نشوفها بعدين عجز الموازنة بقى والديون ونبقى ندرسه بعدين بس هداية عيد الأم لا علاقة لها لا بالمطر فما عرفناش نجيب هداية عيد الأم ولا بالبرد يا مامي الدنيا كدبرد فما عرفناش نجيب هداية عيد الأم ولا أصلا أنا كنت في الشغل ما فيش يعني لا إكسكيوس ولا مبرر لعدم أنك تجيب أو أنك تجيبي أو أن الأزواج كلامي واضح أو أن الأزواج يجيبوا هداية عيد الأم لا علاقة لنا بأوكرانيا ولا بالوضع ولا بروسيا ولا بأي حاجة خالص ولا بالصين حتى هداية عيد الأم ده فرض لازم يعني يعني بأي حاجة بس هداية عيد الأم دي مهمة جيد